اشتركوا في القناة 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 تأكيد إرفاق الإكرارات وسور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذة طلب الحج بعد كده يدرك بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلا ونوع المرض إن وجد ليه بنقول الكلام ده نوع المرض تفصيلا لأن في حالات يحذر سفرها الحالات دي بالنسبة للأمراض هنقولها تفصيليا يحذر سفر الفئات التالية لأداء مناسج الحج لعام 1446 هجرية 2025 ميلادية زي ما نشر من قبل وزارة الداخلية عبر الموقع الخاص بها أول حاجة مرضى الفشل الكولوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كولوي مرضى تلايف الرئة حالات السمنة المفرطة المرضية الحالات المتقدمة من زاوي أمراض القلب والأوعية الدموية والتلايف الكبدي ومرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيماوي والأمراض المعدية النشطة زي السل الرئوي المفتوح وأيضا السيدات الحوامل في الشهور الأولى والأخيرة والأمراض النفسية والزهايمر والأطفال دون 12 سنة تاني بالنسبة لمن يحذر صفرهم لأداء مناسج الحج الأشخاص الذين يحملون هذه الأمراض مرضى الفشل الكولوي من من يتطلب علاجهم جلسات غسيل كولوي مرضى تلايف الرئة حالات السمنة المفرطة المرضية الحالات المتقدمة من زاوي أمراض القلب والأوعية الدموية والتلايف الكبدي ومرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيماوي والأمراض المعدية النشطة زي ما قلنا السل الرئوي المفتوح والسيدات الحامل في الشهور الأولى والأخيرة والأمراض النفسية والزهايمر والأطفال دون 12 سنة ويشترط اجتمال التطعيمات المطلوبة من كل الحجاج الفائزين والمكررة من وزارة الصحة المصرية تنسيقا مع الجانب السعودي اللي هو تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الربعي وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على خمس سنوات بالإضافة إلى تطعيم فيروس كورونا وتطعيم ضد الإنفلوانزا الموسمية وذلك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على خمسة وستين عاما ثم بعد كده إيه اللي هيحصل؟ هيوقع المتقدم بطلب الحج والمرافق له إن وجد على الإكرار المدرك بالطلب بعدم أداء فريدة الحج طوال حياته إنه يكونش قد فريدة الحج قبل كده ده شرط أساسي وقدرته الصحية على أداء مناسك الحج وبموافقة على الشروط والضوابط المنظمة لحج القرعة وإذا ثبت صابقة أدائه مناسك الحج أو معاناته من أحد الأمراض غير المصرح لها بالحج والتي أكرتها وزارة الصحة المصرية يتم استبعاده من قائمة الفائزين بالقرعة دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية ويؤشر المواطن بعلامة صح يؤشر بعلامة صح وأيضا المرافق إن وجد يبقى يؤشر بعلامة صح من المواطن المتقدم والمرافق إن وجد بطلب الحج في الجزء الخاص بالحالة الصحية بالطلب الجزء الخاص بالحالة الصحية يؤشر أصاده بعلامة صح سواء من المتقدم أو المرافق إن وجد ولا يقبل طلب الحج من مقدم الطلب والمرافق إن وجد في حالة عدم التأشير على خانة الحالة الصحية بالطلب الحالة الصحية هيؤشر جنبها بعلامة صح سواء ليك أو للمرافق إن وجد لو أنت ما عملتش ده الطلب هيرفض يشترط في من يتقدم بطلب الحج اللي هو مقدم الطلب والمرافق إن وجد أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك وأن يكون مصري الجنسية ولا تكل السن عن 25 عاما رجال وسيدات بالنسبة إلى مقدم الطلب ومفرده وأن لتكل السن عن 18 عاما بالنسبة للمرافق الوجوبي لمقدم الطلب لكل من كبير السن 70 عاما فأكثر وزوي الهمم وأن لتكل السن عن 12 عاما للمرافق غير الوجوبي وفي حالة حدوث أي متغير في الاشتراطات العمرية من الجانب السعودي سيتم الإختار بها لتنفيذها على الفور ويعتمد في تحديد شرط السن تاريخ 12 فبراير 2025 الموافق 20 شعبان 1446 هجرية بشرط أن لا يكون أي من مقدم الطلب والمرافق إن وجد قد سبك لهم أداء فريدة الحج طوال حياتهما ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويشترى التقديم مستند سلة القرابة حالة الفوز بالقرعة وفي حالة عدم إمكانية إثبات سحة سلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق غير الوجوبي تلغى فرصة الحج للمرافق غير الوجوبي فقط دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية ويتم الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب وفي حالة عدم إمكانية إثبات سحة سلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق الوجوبي له يطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط وفي حالة عدم استطاعته ذلك يلغى طلب الحج كاملا دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية المرافق لو الشروط مش منطبقة يتعين على الحاج أن يوفر بديل لو ماوفرش مرافق بديل وموافق للشروط والضوابط في الحالة دي هتلغى فرصة الحج تقديم طلب الحج يكون من خلال شبكة الانترنت أو الاتصال على مركز تلقي طلبات المواطنين على الرقم 022798330 الاتصال ده أو التواصل ده بيعد بمثابة إكرار من مقدمه بالطلاع وموافقة على كل الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة على شبكة الانترنت والتعليمات المعلنة من قبل مديرية الأمن وكذا إكرارا بإلزامه التعاقدي وفي حالة وجود خطأ في البيانات المدرجة بطلب الحج تقع مسئوليته على مقدم الطلب وإذا تبين مخالفته الضوابط في حالة مخالفته للضوابط هيلغى طبعا طلبه دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية يسمح بصفر المرافق الوجوبي ممن تنطبق عليه الشروط الواردة بالكتاب الدوري ولم يصبك له أداء الفريدة طوال حياته في حالة وفاة مقدم الطلب المرافق اللي موجود مع مقدم الطلب لو مقدم الطلب ده توفى في الحالة دي يحق للمرافق أنه هو يكمل الإجراءات ويسافر أما في حالة تنازل مقدم الطلب عن فرصة الحج الفائز بالتسكية ضمن نسبة 1% فيسمح فقط بصفر المرافق الوجوبي إذا كانت تنازل بعد سدادهما التكاليف أما إذا كانت تنازل قبل سداد التكاليف تلغى فرصة الحج للمرافق بعد كده يتم تحديد جهة الصفر الحج الفائز بمفرده وفقا لمحل إقامته المدرج ببطاقة الرقم القومي وقت تقديم الطلب وبالنسبة إلى طلب الحج الزوجي فيتم تحديد جهة الصفر وفقا لمحل إقامة مقدم الطلب المدوم ببطاقة الرقم القومي وقت تقديم الطلب وليس المرافق تسدد تكاليف طلب الحج الورقي بالمراكز والأقسام الحج الورقي ستسدد تكاليف المراكز والأقسام في الأقسام أما بالنسبة للطلب الإلكتروني أو المكالمات الصوتية اللي نحن قلنا الحجة هيكون التقديم عن طريق تلات حاجات إما المراكز أو إسام الشرطة أو عن طريق اللي هو الموقع الإلكتروني الإدارة العامة للشؤون الإدارية عبر بوابة وزارة الداخلية أو من خلال خدنة الاتصال الصوت اللي هيقدم وركة عن طريق المراكز والإسام هيسدد ده في المراكز والإسام أما بالنسبة للطلب الإلكتروني أو المكالمات الصوتية يتم خصم القيمة المالية بدل هي بطاقة الانتمان أو جهات التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ولا يعتبر الطلب مقبولا إلا بعد سداد قيمته المالية لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو تورسها للغير مهما كانت درجة قرابته ويجوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين وليس العكس وهنا يعامل والد ووالدة الزوج أو الزوجة معاملة الوالدين لوجود سلط النسب وحفاظا على الروابط الأسرية شريط التمتع المتنازل إليه بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة المصرية وإلا يكون قد سبك له أداء فريدة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليه التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة على أن ترسل المستندات المطلوبة شهادة الميلاد طلب التنازل صورة بطاقة الرقم القومي إلى آخره كل الحاجات التي قلناها والليس نقول منها حاجات تفصيلية ومن ضمن المستندات شهادة التحرقات للمتنازل إليه صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إلى الإدارة العامة للشؤون الإدارية لفحصها واتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج بمعرفة الإدارة حال الموافقة على الطلب تقبل طلبات التنازل لأحد الوالدين أو لوالد ووالدة الزوج أو الزوجة المقدمة من الفائزين بالقرعة الأصلية أو المصعدين من الاحتياطي قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد التكاليف بـ 48 ساعة ولا يجوز العدور عن التنازل لتلك الحالات وإلا تلغى فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية ولا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفوجهم أو تسكنهم معاً طالما تقدم كل منهم بطلب حج فردي دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية الفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة لا يحق تفوجهم أو تسكنهم معاً طالما كل منهم تقدم بطلب فردي البيانات المطلوبة بقى للتقدم للحج ودي نقطة مهمة جداً أول حاجة الاسم كاملاً طبقاً لما هو مدوم ببطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية سارية الصلاحية لمدة 6 أشهر على الأقل رقم بطاقة رقم القومي الـ 14 رقماً كاملين رقم الهاتف المحمول ويراعى إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق حيث أنه يعد وسيلة التواصل مع الحج عقب الفوز وكذا رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في حالة الضرورة وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية رقم هاتف محمول للمتقدم ورقم آخر لأحد الأقارب للتواصل في حالات الضرورة بيانات المرافق إن وجد من واقع كل من بطاقة الرقم القومي مستندات سلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقاً للشروط السابق ذكرها حالة صحية جيدة ومعافية من الأمراض التي أكررتها وزارة الصحة والسكان المصرية اللي احنا قلناها من شوية ورقم الهاتف المحمول الشخصي ويوقع مقدم الطلب والمرافق إن وجد بطلب الحج المقدم بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسؤوليتهما نيجي بقى للنقطة الأهم اللي ناس كتير بتسأل عليها وهي نسبة الواحد في المية لأكبر المتقدمين سناً تخصص نسبة الواحد في المية حسب وزارة الداخلية ومعلنتهم من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سناً ومرافقيهم بكل مدرية على حدة حيث تقوم البوابة المصرية الموحدة للحج بتجميع بياناتهم وترتيبهم تنازلياً حسب السن لكل مدرية على حدة ويتم استبعادهم من القرعة واعتبارهم فائزين بالحج بالتزكية ويدرج مدونة ذلك ضمن القرعة العامة مع مراعاة إدراج كبير السن أولاً على البوابة المصرية الموحدة للحج كحاج أصلي مقدم الطلب ثم يدرج تباعاً المرافق له في حال التقديم طلب حج زوجي كلاهما من كبار السن سبعين عاماً فأكثر أو من زوي الهمم على سبيل الاستثناء فيشترط استحابهما مرافقاً واحداً فقط من الأقارب حتى الدرجة الرابعة شريط التمتعه بحالة صحية جيدة ليكون قادراً على رعايتهما من الناحية الصحية والعمرية ده أهل من سبعين عاماً وتطبق شروط الاستثناء الصابق ذكرها عليه وتتم مناظرة المرافق من قبل اللواء مساعد المدير للشؤون المالية والإدارية بالمدرية أو من ينيبه عقب الفوز بقرعة الحج وفي حالة عدم توفر الشروط حال مناظرته يتم استبدال مرافق بديل له بكده نقولنا لحضراتكم كل ما هو مرتبط بحج القرعة لعام 1446 هجرية 2025 ميلادية الشروط والضوابط والحج هيكون عبر ثلاث حاجات أول حاجة اللي هي اللي إسام ومراكز الشرطة بكل مديريات الأمنة أو عن طريق البوابة الإلكترونية للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو عبر تطالب الخدمة استوطية المخصصة لذلك الأمراض المحظور صفرها قلناها تفصلياً الشروط والأجراءات قلناها تفصلياً اللي حج قبل كده مش من حقه أنه يقدم لأنه لو قدم طلبه هيترفض المرافق هي الشروط اللي موجودة التفويج الناس بتطلب التفويج مع أشخاص آخرين وهم قدموا طلبات فردية ما ينفعش لازم يكون ده وفق الضوابط والشروط اللي إنت قدمت بناءاً عليها كل ما هو مرتبط بحج القرعة قلناها تفصلياً على حضراتكم واللايف عندكم يعتبروه مرجع لكم لو إنتوا عايزين ترجعوا لأي نقطة ما فيش نقطة لذكرتها وزارة الداخلية إلا قلناها على حضراتكم تفصلياً بهذا الشأن وما يستجد هنقوله على حضراتكم والتقديم هينتهي زي ما قلنا لحضراتكم يوم السبت 16 نوفمبر الجاري هيكون آخر موعد للتقدم على حج القرعة شكراً على متابعتكم كان معكم أحمد السعداء ومصدر التحرير موقع مصر ترجمة نانسي قنقر